موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدين ومستمعين الكرام السلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأهلاً وسهلاً بكم في النظرة الواسعة لقضايان المعاصرة من خلال 180 درجة الجهاد مرتبة عظيمة في ديننا لكن ماذا عن تطبيقاتها في عالمنا اليوم أصبح الواحد محتاراً بين عاطفته لتطبيق الجهاد ورغبته في منزلة أهله وبينما يسمعه ويراه من عنف وتطرف وسفك لدماء بريئة تنسب للإسلام وأهله في ظل اختلاط المفاهيم كيف نصل للحقيقة الشباب بين الجهاد والإرهاب هو موضوع حلقتنا اليوم قبل أن نفتح الملفات في هذا الموضوع الخطير نشاهد وإياكم هذا التقرير ثم نعود ما هي إلا مجرد حركة ولكن معها الأمان أو معها الخيانة والعسيان ما هي إلا آلة واحدة ولكن حاملها هناك بطل في الموقع الصحيح أو متطرف عنيف لغتها عظيمة وصورتها بهية عندما تكون لأجل الحق ورفع الضر عن الضعيف كما إن لغتها لعينة وفتنتها كبيرة عندما تكون لأجل الاستعباد والاستعمار والاستبداد وستظل لغتها غامضة عند المستكبرين وبهية عند المؤمنين مشاهدينا حياكم الله في 180 درجة حديثنا اليوم عن الشباب بين الجهاد والإرهاب نسعد وإياكم دائماً بصحبة ضيفنا الدكتور علي بن حمزة العمري رئيس جامعة مكة المكرمة المفتوحة ومنظمة فور الشباب العالمية حياك الله دكتور علي حياك الله سهلا بك دكتور الجهاد هذه الكلمة والمرتبة العظيمة في ديننا ذروة سلام الإسلام اليوم في تطبيقها أصبح في مشكلة الشباب وكل المسلمين اليوم شاهدون ما يجري للمسلمين من قتل وسفك دماء ومذابح وبين ما يشاهدون من تقتيل وتفجير ودماء بريئة تسفك فيظل الواحد محتار كيف نوضح مفهوم الجهاد اليوم ونسقطه على واقعنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم صلي وسلم وبرك على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعهم الولاه وسلمت أسليم كثيرا إلى ما ودينه وبعد الجهاد بمفهومه الصحيح الصريح هو إما أن يكون مقاومة لمن اعتدوا على البلاد بلد أنا أبسط الموضوعات حتى لا أتخذ ونسقطع الواقع بلد مسلمة أو بلد حتى فيها مسلمين أو غير مسلمين لأنه حصل كثير في التاريخ الإسلامي أن المسلمين يجاهدون من أجل غير المسلمين تم الاعتداء عليها فإذن هم يقاومون يجاهدون يبذلون الجهد من أجل أن يدافعوا عن أوطانهم أو بلد مسلمة قوية جدا تريد أن تنشر رسالة الإسلام فتذهب إلى دولة أخرى لتشرح لها رسالة الإسلام فتقاوم أو تريد أن تمنع الحواجز والسدود أو كما يقولون شيء استباقي دولة من الدول تعرف أن عندها مقرات وعندها حدود وجاء من يقاومها أو جاء من يريد أن يغتصب أرضها فحين تبادر بالمقاومة تسابقهم و لديها من الحقائق و لديها من الوقائع ما تثبت هذا الذي أشبه ما يكون بالفتح الإسلامي الذي كان في التاريخ هذا هو فلسفة الجهاد و الفتح معا أن الجهاد كان الفتح مرتبطا بالجهاد في نواحي منه البعض يقسمها دكتور علي اليوم يقول في عندنا جهاد دعوة و في جهاد دفع و يقول اللي يتاح اليوم هو جهاد الدفع اللي ذكرته في الأول أنه إذا جاءنا من يحاربنا ندفعه أما الثاني فربما في تطبيقه اليوم في مشكلة نروح ندعو و نبدع لا هو يمكن لأنه هو الجهاد ليس بابا واحدا يعني أحاديث الجهاد عند النبي صلى الله عليه وسلم أبواب كثيرة يعني من جاهدهم بنفسه من جاهدهم بمالي جاهدوا بأموالكم و أنفسكم فإذا أبواب الجهاد متعددة حتى عدها ابن القيم عليه رحمة الله في سبعين وجها لكن عندما نتكلم عن اللونين أو الوجهين جهاد الدفع و جهاد الطلب جهاد الدفع أنني أدافع عن حقي و أدافع عن أرضي بقدراتي و أمكانياتي و الأساليب التي يقاوم بها اليوم لغة مختلفة في راجمات و عنقوديات و كيماويات مختلفة لغة العصر يعني ما تقول الله أعدوا لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخيل هذا على اعتبار ما كان موجودا و القرآن الكريم كان يراعي الأحوال و يراعي الظروف و يأخذ من المشهد هذا ما يمكن أن نستفيد منه في جانب القوة لكن اليوم نتكلم نحن عن صواريخ نتكلم عن أجلات طالب المسلمين بالاعتماد على القوة في المقابل يوجد جهاد الطلب جهاد الطلب كما رسمته لك في فلسفة الفتح الإسلامي إما إزالة الحواجز عن إسلام و تعريف الناس بالدين فإن أنتم آمنتم و تركتم لنا الطريقة و السبيل لا نلمسكم و لا نقاتلكم و لا نوذيكم هل يمكن أن يوجد اليوم؟ هل يمكن أن نقول جهاد الطلب و جهاد الدعوة؟ هل هذا موجود اليوم؟ يعني أن نذهب للدول الغير الإسلامية و نبدأها و نقول له متركوا بيننا و بين الناس حتى ندعوهم إذا ما فعلتم قاتلناكم؟ هذه هي رسالة النبي عليه الصلاة والسلام خلوا بيني و بيننا الناس إذا فتحت البلدان و إنشأت المراكز الإسلامية و إنشأت المعاهد هذا هو الموجود الآن في المواثيق و في القوانين الدولية و الحمد لله فنحن الآن لسنا أمام دول تمنع رسالة الإسلام دول محدودة بنظم و بقوانين تبقى لها أطرها يعني في التطبيق اليوم غير موجود و الحمد لله المساجد تقام في البلدان حتى غير الإسلامية و المراكز الإسلامية موجودة فبالتالي ما منع بين الإسلام و بين الناس؟ حتى أن هناك نقاشا قديما في عصر الصحابة و عصر التابعين و عصر الفقاه على رحمه الله في مسألة الحكم ذاته في جهاد الطلب هو واجب ولا هو مندوب؟ يعني هجب على الأمة أن تذهب كل فترة و تقاتل ولا هو قوة الأمة و أن تنشر رسالة الإسلام أكثر وأكثر كلما كانت فيها قوة كلما انتشرت مثل قضية مثلا بلاط الشهداء و أنا كنت فيها قبل فترة فعلت ذكرتها في مذكرة سائح في هذا العام؟ نعم في هذه السنة نعم زرت فرنسا و وصلت إلى هذه المنطقة في بلاط الشهداء في بواتيه في قرب باريس 200 كيلومتر شبه أستطيع أن أقول لك في نهاية المعركة الإسلامية إلى جهة الأوروبا اليوم و أنا أزور في شوارع باريسة و سبحان الله لو كانت هذه الدولة فدوصلها الأئمة و التابعون و الأجلة من جيل المؤمن الصالح لكن طبيعة الظروف و طبيعة المعركة وقتها كانت فرنسا و وقتها كانت أيضا و ما حولها من الدول كانت تعاني من الظلم الشديد كان هناك قسوة غير عادية و كان هناك الصليب المتحكم فجاء المسلمون حتى من أهداف الفتح الإسلامي إنقاذ المستضعفين الموجودين في الأرض إذن نستطيع أن نلخصها في هذه الثلاثة بين إنقاذ المستضعفين و بين كسر الحواجد حتى نصل إلى الفتح الإسلامي و أول محافظة على بلادنا و مقدساتنا و أعراضنا فهذه الأشياء الثلاثة كانت هي الفلسفة فهي أقرب إلى الندب و السنة و هذا كما قلت لك مناقشة عند الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم و من بعدهم من التابعين و من تبعهم بإحسان و أنا أعجبني حقيقة مجموعة من الكتابات التي طرحت بمناقشة علمية متينة و أنا أريد أن أركز على هذا المعنى ليست مناقشة عادية لا هروبية و لا اندفاعية هي مناقشة علمية تجعل الإنسان أن يتحكم حين أذن إلى عقله و أن يتبصى و تمكن أيضا عندك كتاب اسمه الجديد في فقه الجهاد نعم هذا هو رسالة صغيرة اسمها الجديد في فقه الجهاد في قرابة المائة و أربعين صفحة نتكلم عن خلاصة هذه الأحكام لكن الكتاب اعتمد بشكل أساس على ما كتبه العلامة الشيخ رسول القرضاوي في كتاب فقه الجهاد في مجلدين اثنين و هما في تقدير أفضل و أعمق كتاب كتبه الشيخ القرضاوي من المائتي كتاب حفظه الله هذا الكتاب من أعمقها و أهمها خلاصة السنين أنا أطالب وزارات الشؤون الإسلامية و الأوقاف أن توزع هذا الكتاب على الأئمة في المساجد و على الدعاء و المصلحين و هذه الرسالة الصغيرة كذلك يمكن أن تنشر بين الشباب و طلبة العلم نحن نقول الشباب بين الجهاد و الإرهاب حقيقة أمانة علمية كل مؤمن كل صالح كل إنسان صاحب دعوة و تضحية يدعو إلى الجهاد بطريقه الصحيح و لا يستسلم و لا يخاف و لا يخجل من ذكر ذلك لكن بآليته الصحيحة بأحديث صحيحة أيضا كتاب أخلاقيات الحرب في السيرة النبوية للدكتور منير غضان حقيقة من أجود ما كتب عن الأخلاقيات و إن كانت هناك رسالة ماجستير و الدكتورها طبعت و الدكتور المتخصص في السيرة النبوية دكتور منير نعم و في جامعة مكة عندنا ناقش أحد الطلبة من طلبة الأخ الدكتور الشيخ عبد الرحمن سديس إمام الحرم و كنا في الجامعة مع بعضنا و كانت أيضا في موضوعات حن السيرة و أيضا كتاب الشيخ العلامة محمد الحسن الددو عن الجهاد و هي دورة عميقة فيها من التأملات و الدراسات ما يجب أن نتفت إليه في الأحكام طيب لم نجي لتطبيقات الأمر على الأرض الواقع هل تصرفات الموجودة اليوم أساءت لمفهوم الجهاد و يعني صورته للناس بصورة غير الصورة الحقيقية في زوايا نعم منهم فعلت ذلك و أساءت إساءة كبيرة مجموعة تتحرك من نفسها و تريد أن تقاتل تريد أن تفجر تريد أن تدمر المؤسسات و الهيئة هذا عبارة عن عبث و هؤلاء حقيقة مفسدون في الأرض و غلا في الأرض يجب أن ينتبه لهم المجتمع المسلم و أن يحذر من شرهم أن الجهاد له نظامه و له آلهاته هل توجد شروط لتطبيق الجهاد بالصورة الصحيحة ضوابط معينة تجعلنا نطبق الجهاد بصورته التي أرادها الله أولا أن نقول أين واقع الأرض في الجهاد هذه يعني هل هو جهاد و دفعين أم جهاد و طلبين جهاد طلبين نبدأ نتناقش أو جهاد دفع يعني الآن عندما تتكلم فيه سوريا سوريا بلد قاومها النصيريون و المعتدون و تألب عليها عدة دول منها الشيوعية و غير الشيوعية و للأسف يعني تأمر عليها أقوام عدة في هذه البلاد المؤمنة يدافعون عن أنفسهم فحينئذ صار هنا جهاد هذا الجهاد يجب أن ندرس هل الجهاد عالمي هل على أهل الأرض فقط أم العلماء المسلمين اليوم دعوا للنفير العام لأرض سوريا لا هو عندما نتكلم هنا عن الجهاد من قاتلهم يعني هم الآن يطالبون بحقوق سلمية لكن عندما يرفع عليهم السلام و عندما يقاومون و عندما يقتلون يجاهدون ليدفع الضر عنهم يدفع الإنسان عنهم يا أخي من قتل دون أرضه فهو شهيد من قتل دون حقه فهو شهيد فما بالك بمن يجزب بمن يقتل ممن لا يدينون أصلا بدين الدين الإسلام أصلا أن يجاهد أهل سوريا هذا مفهوم ليدفعوا لكن أن يأتي هل اليوم مع دعوة علماء المسلمين لنفير لأرض سوريا هل يجب اليوم على كل مسلم بعد ما سمع هذه الدعوة أنه يروح و يجاهد معهم و يدفع هذا الأمر عنهم والله أنا أكون معك صريحا أنا زرت سوريا و نزلت إلى في هذه الأيام نعم نزلت في فترة الصيف و رأيت العمل الخيري نزلتها في أراء الواقع و لمساندة العمل الخيري و الإغاثي عند الناس يعني أرى و أتابع الموضوع هذه المساندة حقيقية و نشرت هذه السنة في مذكرات سائح كلامي كان حقيقة و رؤيتي تختلف تماما عن ما اتفق عليه أو ما رأاه الشيخنا و علماء لكن هيئات كثيرة جدا اجتمعت نعم أنا أتوافق مع شيء و أختلف مع شيء لا حرج في ذلك أتوافق مع مسألة الجهاد بالمال و النصرة أيضا أن يجاهد بنفسه من لديه الملكة و القدرة ليخدم الناس و يعطيهم قدرات و يعطيهم إمكاناتها هذا ممكن هذا يجب عليه المساندة لكن أن نقول للشباب يذهبوا إلى نفير عام و أن ننشئ قوافل جهادية الشبابية هم لا يحتاجون أصلا إلى هذا الميدان يقولوا هو أهل السوري يقولون و أنا بعين رأيت هذا و ذلك أقول ليس صحيحا أن نقول والله اندفعوا أو انطلقوا أو ليس هذا تخويفا و ليس هذا تقليل حسب الحاجة الحاجة ما تستدعي وهي قضية العقل و هي قضية الحكمة و هي قضية عينا نذهب بشبابنا هل هي فكرة يعني أن نتكلم لا أقلل من ما وصل إليه العلماء بنقاط مهمة و عظيمة أكيد كيف نطبق و السؤال كيف وهل الحاجة إذا جاء و دخلنا في الداخل و قابلتنا الجيش الحر و قابلت الناس على الأبواب و الوصول ترى سهل إنسان يستطيع أن يدخل كلهم لا يريدون إلا السلاح لا يريدون إلا المال لا يريدون الكلام عندهم الرجال ما يريدون الرجال فنحن نجل نقول والله إما نرهب في الجهاد أو نقلل الجهاد و وجب الجهاد في حاجة معينة نقول الناس نعلنها صراحة يجب أن نجاهد الناس لإنقاذ إخواني لكن الفقهاء كانوا أيضا حكماء عندما قالوا الجهاد يكون في داخل الأرض ثم الذين أقرب فأقرب يعني إن احتاج الناس إلى عدد لمناصرة المستضعفين و مناصرة النساء ماذا يفعل؟ الأقربون شوف حتى حكمة الفقهاء و الفقه الإسلامي الأقربون هم الذين يناصرون فإن لم يأتي الأقربون ليؤدي الواجب عليهم حينئذ واجب على من بعدهم إذن أنا أتفق مع جملة مما قاله العلماء في مؤتمرهم الأخير حول قضية سوريا و الوجوب و أختلفوا في قضية النفير هذا و الوجوب لا أراه يعني صوابا في هذه الجزئية و إن كان قد يكون الجهاد بمفعومه الأوسع و هو ما يتعلق بالمال و ربما يكون لا هذا واجب هذا واجب حوله المال أو الإنسان الذي لديه قدرات و إمكانات عسكرية أو الدول التي تملك أدوات و إمكانات لتنهي المسألة طيب بعض الآيات يعني يجد البعض فيها إشكال مثل قول الله عز وجل و قاتل المشركين كافة كما يقاتل لكم كافة كيف يمكن يعني تطبيق مثل هذه الآية اليوم المشركون المعتدون الذين يقاتلوننا كافة نقاتلهم كافة بلدنا اعتدى عليهم كل المشرك المعتدي يقاتلون يقاتلوننا فنقاتلهم معركة مشركون يقاتلنا نقاتل جميعا و كما يفهم البعض أنه أي مشرك أن يبدأوا بالقتال كيف لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم المسألة واضحة نجمع الآيات مع بعض نأخذ بعضها ناس لم يقاتلونا و لم يخرجونا من ديارنا و لم يظاهرون علينا هذا كثير الآن في المجتمع كثير جدا هذا يكون في من قاتل و في من رفع السلاح و في من اعتدى علينا حين ذا نقاتلهم جميعا كما يقاتلونا جميعا هذه حرب بحرب طيب لا مشكلة فيها في قول النبي صلى الله عليه وسلم أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماؤهم و أموالهم و هل المطلوب فعلاً تطبيق هذا و قتال الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله الناس هنا كما يقول شراح الحديث أليم رحمة الله هم الناس الذين يقاتلون لا من العهد ولا لا من الجنس في الناس و أنا نتكلم عن من يقاتل عن المحارب الذين يحاربوننا و يقاتلنا الذين نص عليهم القرآن لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة هؤلاء الناس هذه المجموعة من الناس هؤلاء نقاتلهم إذا لا يقبون فينا إلا ماذا ذم يقاتلوننا ليس كل مشرك و ليس كل من لا يشهد لا إله إلا نعم الذي اعتدى أما إذا فتحت البلدان و سمح لك أن تعلن لا إله إلا الله محمد رسول الله أن تقيم الصلاة و أن تنشئ المركز الإسلامي و أن تبين للناس أمور الدين بالعكس هذا كثير حص يعني في بلادي العالم اليوم كيف أقاتلهم هؤلاء الذين يمنعوننا عن الدين أو الذين يحاربونه حتى يقولوا لا إله إلا الله أو أن يكونوا في أرض محاربة أو تتحول هذه الأرض إلى استسلام طيب فإذا إما أن يستسلموا أو يقولوا لا إله الله أو يدعنوا لشريعة الإسلام هذا هو المعنى الدول اليوم التي تعتدي على الدول الإسلامية ما حكم الجهاد فيها بعض الشباب اليوم يقول هذه بلد معتدية على الدولة الإسلامية فأنا لي أن أجاهد فيها و أن أقاتل و أن أفعل و أن أفعل لا هو و حسب الصورة يعني أرض المعركة هذا هو أرض الجهاد و ليس هناك أمر آخر لا يحول الدولة كل هذه المعتدية لأرض معركة حرام أن يعتدي الإنسان على الحرمات و على أماكن الناس العام هذه أرض أخير لكل الناس فيها حياتهم و فيها معيشاتهم و فيها المسلمين و فيها غيرهم إيه إن كان هناك شيء خاص حدث يعني هناك اعتداء بين دولتين حدثت مع بعضهم البعض بطبيعة الحال ستكون بلغة اليوم المعاصرة و الأدوات بين الشعبين حتصير معركة النبي صلى الله عليه وسلم رميك بالمنجنيق ربما كان هناك بعض المباني ربما هناك بعض البيوت ربما هناك بعض العوائل حصل في إنشاء المعركة أما أن تكون المعركة مفتوحة أنا أقتل هنا و أنت تقتل هنا لا معركة بين بلدين فتحة فهذه معركة محددة المعالم و الوقت و الزمان أما المعارك هذه المفتوحة فيحرم على المسلم خاصة المعاهدين ثم أن الإسلام ليس شيء خاص يعني مو أنا والله مسلم و هذا والله معتدئ أريد أن نقاتله طيب هذه الدول فيها ملايين مئات الآلاف المسلمين الذين ينشرون الخير و الدعوة و ينصرون إخوانهم ربما في سوريا و ربما في فلسطين و في غيرها هذا كله تنسى أم أنها فكرة الجهاد عبارة عن ناس مجموعات تتحرك و كتل كتل تدعو إلى الله في الدولة و كتل من خارج هذه الدولة تقاتل هذا عبارة عن عبث لكن نقول إذا كانت هناك معركة بين دولة مسلمة و دولة كافرة حين يذن لها نظامها و لها طلائقها و حين يذن لها فتاواها التي تشرع في مثل هذه الحادثة طيب خلينا نختم كثير من الشباب اليوم المتحمس و ربما كثير من المسلمين فعلا يتطلع لهذه المرتبة العظيمة الجهاد و أن يكون مشاركا فيها ما هي الضوابط و التطبيقات الواقعية التي تجعل الإنسان يقدم لكي يجاهد في سبيل الله و ما الذي يمنعه أن يطبقها لا أشرف أن يجاهد الإنسان في سبيل الله لا أشرف من ذلك و عمر الخطاب كان يتمنى من الله سبحانه و تعالى أن يرزقه وفاة في سبيله و يعني في بلد نبي و موتا في سبيله كل مؤمن يتمنى ذلك و نحن نتمنى و نقوله لكل مسلم أن يسأل الله سبحانه و تعالى نجعل خاتم أهدته مرضية و شهادة في سبيله السؤال هو كيف تقاتل أو كيف تجاهد القتال و الجهاد الجهاد أبوابه مفتوحة و منه هذا القتال في سبيله و يسمى أيضا جهادا فإذا اكتملت أركانه و شروطه و احتاج الناس إليه و انطبقت كل المعايير و كل الشروط حينئذ و أجب على الإنسان أن يشارك و أن يؤيد و أنا قلت مرة يعني هناك أحد الطلبة سألني على الهواء مباشرة و قال أنا عندي إمكانيات و أرى أن الجيش الحر في بلدي يحتاج و هناك مان يقوله روح ادرس إلى الخارج قلت لا و أجب عليك أن تبقى في بلد لأنه من أهل البلد هنا نقولها بصراحة قلت و أجب عليك أن تشارك أهلك يحتاجوك في داخل البلد المرضى و النساء و الجوعة و الأطفال و تروح أنت تقولي و أريد أن أتعلم في الخارج هنا فقه الأولويات و فقه الحاجيات طالما أنك تقول أنهم بحاجة حقيقية لي و أنت إنسان عاقل و واعي و بعد ذلك الناس كلها تجاهد الذي يبني الحضارة و الذي يبني المعرفة و الذي يأتي في الجيش و الذي يأتي في التعليم و التدريس و الذي يأتي في الطب و الذي يأتي في التطوير و التجديد و الإعلام كل هؤلاء يجاهدون فيجب أن تقرأ الواقعة حتى يتم الجواب عليها الجواب الحقيقي الحصيف الذي تبنى به الأمم وتبنى به الدول و يكون بناء على حضارة حقيقية إسلامية كل الشكر و التقدير لك دكتور ألي بن حمزة العمري بلغنا الله و إياك منازل الشهداء و كل مستفعيده و أنتم مشاهدين الكرام كل الشكر و التقدير لكم على المتابعة يقول الله عز و جل يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون في سبيل الله بأموالكم و أنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون أسأل الله أن نبلغنا و إياكم هذه الفضائل و أن يعيننا على أداء الجهاد بكل أشكاله و صوره بدءا بجهاد النفس و جهاد المال ختاما دائما ما نقول في هذا البرنامج لعل دعوة صائم قبل الغروب تحيي الآمال في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر